ابل من ابتدي الفيديو بتاع النهارده خليني اشكركم بجد مين كل القلبي علي كمية التعليقات على الشركات ما هذه الليلة Putting You بتاعتي. بجد. استهلوها استهلوها. او قاعدة بس انت ده ده غزن زتون ولا ورق عنب ولا. يا ابن انا قلت لك جيب وردة. ما تجيبش حاجة تانية. ما تجيبش حاجة تاني. وعاوز اقول لكم. بجد تينكيو 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 تينكيو. هو انا ليه ما بقولش غير تينكيو. هي تينكيو ما بلهاش بداية. طبعا ليها بداية كتير وده الموضوع بتاع الفيديو بتاع النهاردة. انا كنت بس بحاول اشدك. خليك معايا. وحتتعلم بداية مهمة جدا لتينكيو النهاردة. يلا بنا. قبل ما اقولك على الالترنتيفز او البداية بتاعة تينكيو. خلنا بس نتفق على حاجة. تينكس نطقها تينكس. مش تينكس. و تينكيو تتنتق تينكيو. ما تعملش بقى ميكس ما بينهم وتقول لي تينكس يو. ما فيش عاجة اسمها تينكس يو. هي اما تقول تينكس او اما تقول تينكيو. اتفقنا? يلا بنا. اول بديل تينكيو ان انت ممكن تقول ام جريتفول. يعني لو واحد عمل معك جميل او عمل معك حاجة حلوة ممكن تقول له ام جريتفول. يعني انا ممتن. وممكن تقول له ام سو جريتفول. انا ممتن جدا. انا بشكور جدا. اوكي? جريتفول. تاني بديل معانا انك تستخدم فعلة معناها يعني لو واحد ساعدك فممكن تقول له انا مقدر مساعدتك. لو واحد عمل معك خدمة تقول له اي ابريشييت يور سيفس. لو واحد سمع مشكلتك وفهمك تقول له اي ابريشييت يور اندرستاندنج. انا مقدر فهمك ومقدر ان انت فاهم الموقف. يبقى تشكره تقول له اي ابريشييت. مش لازم تقول اي ابريشييت اي بالزبط? اي ابريشييت. اوكي? تيالة بديل معانا اللي تينكيو هو يو شودن هاف. يو شودن هاف معناها مالوش لزوم. ما كانش يلو لزوم. ده كتير والله اللي انت عملته معانا دوت. ربنا يخليك. اوكي فدوت يو شودن هاف. يعني مسلا خليد ديك مثال او اجزامبل موقف خلنقول لواحد جاب لك ديه زي محمد عمل معادي دلوقتي كده. خد الحسان اللي واره حطه لي هنا ودي هدايته. المهم. فانا عاوز اقول له والله ده كتير. ده غالي اوي اللي انت عملته معانا. ده ليه كده بس. فممكن تقوله بالانجلش. اه يو شودن هاف. ما كانش يلو لزوم. ما كنتش مضطر. يو شودن هاف. يو شودن هاف. عندنا كمان بديل تينكيو هو يو ميد ماي داي. يو ميد ماي داي. يعني انت عملتلي يومي او انت زبطتلي يومي. خلان نقول مسلا انت في مصلحة حكومية وطالع عينك. بس فجأة ربنا رزقك بملاك رحمة موظف جميل جدا. خلص لك المصلحة بتاعتك وكل حاجة. فممكن تقوله بالانجلش. يو ميد ماي داي. يو ميد ماي داي. ممكن كمان تقول لحد يور سو هل بفول. يعني انت مساعد جدا انت بتساعدني جدا. يور سو هل بفول. عندنا كمان بدأة لثانكس ونحط حاجة تانية بعدها. زي كلهم معناهم شكرا جدا او شكرا كتير. اوكي. ثانكس اميليون اخر بديل معنا النهاردة هو وده شوية بتحس ان هو بريش بس انا يعني عشان بنسمع احيانا في الافلام فانا حبيت اقوله رغم ان انا بركز اكتر على الامريكان اكسنت that's all for today كالعادة لو الفيديو عقبك share and like واشوفكم على خير سلام